فارحاً رحنا للمدرسة وصلنا قاتلنا للمديرة وقفه قلت لست ليش؟ قاتل نقل ناقش علي من ذوي الاحتياجات الخاصة مصاب بشلل النصفي يعشق الدراسة لكن مديرة المدرسة تقف عائقاً بينه وبين طموحه بعد أن رفضت إدخاله إلى المدرسة ونقله إلى مدرسة أخرى قصراً اليوم إلى أربع سنين قاعدين يحاربون بالمدرسة كل ما نودي يطردونه فأنا أقول وين الانسانية وين المروع؟ يعني هذا الطفل وين يروح؟ إحنا مثل ما يقول يقولون ودوا مدرسة خاصة والولد ما قلنا يقولون ما عدنا سياة نودي مدرسة خاصة فإحنا قلون وين نروح؟ إحنا ناشدكم باسم الانسانية وباسم الطيبين الخيرين أن يباعون بحال هذا الطفل يعني الطفل هذا قام يقوم بها المدرسة من وراء هذه المديرة والمعاونة ذوي الطفل علي يناشدون من خلال التغيير أن تكون هناك إجراءات بحق إدارة المدرسة والسبب يعود لرفض مديرة المدرسة أن يبقى علي فيها دعي نقول أصحاب الاحتجاجات خاصة لهم قانون خاص بهم وحالتهم النفسية لازم نراعيها فهذا يبقى ضرف إنساني نعتبره فهدأت الأمور تفاجأنا بالعامل اللي وراء أيضا نفس المشكلة دزت علينا أبنكم النقلة ما أبقي بالمدرسة راجعت أيضا رحت عليها قلت لها ستة نحن مو أستاذ جبار اتفاق وياش وقال لك هذا الولد يستثني قالت هذا أستاذ جبار أصلا ما كان جاي مشرف على هذه المسائل كان جاي مشرف على التربية الإسلامية وهذا كلام اشتهات شخصي من يما هان الولد هذا ما يبقى مديرية تربية كاركوك قدمت اعتذارا رسميا لعلي وأسرته وعيدين اتخاذ إجراءات سريعة بحق إدارة المدرسة احنا أولا نعتذر من أهالي دوي الطالب المعاق في نفس الوقت أنا هسا خابرت واتصلت بمعاون مدير الإشراف التربوي أستاذ عمر راح نتقد الإجراءات سريعة وآنية بحق المديرة وزايدا نعتذر من دوي الطالب لأن احنا هدفنا في تربية كاركوك في عملية تربوية هدفنا الطالب وخصوصا الطالب المعاق فإحنا اتخذنا الإجراءات السريعة تلفونيا والإشراف التربية قبل التعليم هذا شعار وزارة التربية قصة علي أوصلناها إلى مديرية التربية في كاركوك لتتخذ مديرية التربية إجراءا سريعا بحق إدارة المدرسة سعدون السلطان قناة التغير كاركوك سعدون السلطان